سيفا نباب القدلماني في العراق هي تلعب دور كبيرة اليوم احنا امام رقم معين 220 جيب لي 220 واذهب سكر اختار رأي الجمهورية صوت على رأي الجمهورية ايضا ادنى القوانين اللي موجودة تحتم على الكتل انه تتوافق هذه اذا احنا نرجع كلها جتي من الدستور العراقي الدستور العراقي اساسا في نقاط تحتاج الى قوانين لحد المساور لها اي قوانين وتعديلات اذا نترك من التعديلات الريد القوانين احد النقاط ما تقول لك وينظم بقانون لحد هذه اللحظة ومشاكل بهذا الموضوع النقطة الاخرى المهمة اليوم احنا من نتكلم عن الانسداد السياسي صارها جد الانتخابات كم شهر مرع لها هذا الانسداد السياسي دي اش اذا اكو شي اكو شي ليوصل العراق من مرحلة انه هو نظام برلماني اكو لغام سياسي ناجح الى انهيار سياسي نعم وصلنا الى هذا الموضوع بعد انا اتوقع بعد فترة راح تكون انا اتخوف انه سيكون ثورة كبيرة نعم ويسقط بيهدام كبيرة نعم انا قلت ليش لانا حل البرلمان مو اسهل من هذي الكهرباء حل البرلمان ما تقدر يتحل شون السبب شون السبب شون السبب لا ليش ما قدر حل البرلمان انت محل السياسي شون السبب الشعب 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 وصل مرحلة من عدم توفر كهرباء خدمة مسئولية حكومة اخي اخوة 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 اخوة